بسم الله الرحمن الرحيم ايه هو الوسط الحسابي يتعريفه ايه هو ازاي اجيبه من بيانات غير مبوابة النهاردة ان شاء الله هنجيبه من بيانات مبوابة ازاي اجيبه من بيانات مبوابة تعالوا نبص مع بعض على اول حاجة لنا الحلقة بتقول عندنا الوسط الحسابي من بيانات مبوابة اولا عندنا اكتر من طريقة عندنا اكتر من طريقة عندنا الطريقة المباشرة وطريقة الانحرافات العادية وطريقة الانحرافات المختصرة تاني الحلقة التالتة نقدر نتكلم فيها الوسط الحساب بين بيانات ايه مبوابة الطريقة المباشرة طريقة الانحرافات العادية وطريقة الانحرافات المختصرة تعالي نشوف الاول حاجة الوسط الحساب بين بيانات مبوابة اول حاجة الطريقة المباشرة اللي هي المطولة سين بار بيساوي مجموعة سين كاف على مجموعة كاف مجموعة سين كاف على مجموعة كاف تعالنا نشوف مع بعض ازاي نجيب نحلت مثال زي ده الجدول الالقاتي يبين مجموعة من الاجور لمجموعة من العمال في اليوم قوض الوسط الحسابي بالطريقة المباشرة مديني في قاتل اجر 25 35 45 55 65 75 80 المجموع عدل العمال 8 12 20 25 15 11 9 100 تعالى نشوف مع بعض ازاي نجيب الوسط الحسابي بالطريقة المباشرة اول حاجة لازبا هنعمل جدول في كل ايدي اول خانة عندي فات تكرارات السين والسين كاف ازاي نبص مع بعض ازاي هنحل مع بعض هلها تبين مسال قهوة ماش واضح معايا مجديني فات وتكرارات الفاة الاولى عندي خمسة وعشرين خمسة وثلاثين خمسة واربعين خمسة وخمسين خمسة وستين خمسة وسبعين خمسة وتمانية طيب التكرارات ميد هايلي تمانية ميديني اتناشر ميديني نيجيب سين بار سين هنا الاول اسين هنا الاول قدناها لسة والحلقة اللي فاتت سين معناها ايه السين معناها السين معناها مركز الفئة مركز الفئة لا يوجد الفئة بساوي يبقى قولي هو اعمل هاركو اول واحدة بس 25 زائد 35 على ليه? على اتنين. مجموحهم كم عندي? 60. 60 على الاتنين فيها 30. طب جدوة منتظم ولا غير منتظم? ده جدوة منتظم. 25-35 طول الفئة 10. 55-45 طول الفئة 10. 55-55 طول الفئة 10. 55-65 طول الفئة 10. 65-75 طول الفئة 10. 65-85 طول الفئة 10. إذا جدوة منتظم بيبقى طول الفئة 10. يبقى 30-40-50-60-70-80-90. كده جبنا سين. كده جبنا سين. هنضرب هنا. هضرب الخانة الأخيرة سين في كيف. سين في كيف. طب سين في كيف ازاي? هضرب اي سين؟ اول 30 في 8. 30 في 8 امتين واربعين. هضرب 12 في اربعين. هيسابه ربعمية وتمانين. هضرب 20 في 50. على الآلة. بألف. 25 في 60. بألف وخمسمية. طيب 15 في 70. بألف وخمسية. حداشر في 80. بتمنمية وتمانين. تسعة في تسعين. هيسابه 810. تعالي نجمع الخانة دي. تعالي نجمع الخانة دي. الخانة دي بتقوضي بقى. 200 واربعين. زائد اربعمية وتمانين. زائد الف. زائد الف وخمسمية. زائد الف وخمسين. زائد 880. زائد 810. هيساوي خمس تلاف تسعمية وستين. اذا مجموع سين كاف خمس تلاف تسعمية وستين. ومجموع كاف كام مية. كده عملنا جدول. لأولنا تاني. الجدول هوا. من الاول تانش. الجدول تاني. فيه. الفئات. خمسة وعشرين. خمسة وثلاثين. خمسة واربعين. خمسة وخمسة وستين. خمسة وسبعين. خمسة وثمانين. كاف 8. إتناشر. عشرين. خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. خمسة وحداشر. تسعة. مجموحة مية. وانا سين بنجمع الفئة الاولى. زائد الفئة. زائد نهاية الفئة على اتنين. اللي هي مركز الفئة. وانا تلاتين. طبعا في جدول منتظم. زود طول الفئة. تلاتين وعشر. أربعين. خمسين. ستين. سبعين. تمانين. تسعين. 20 nominated. ستين. ستين. mater كاف بأمان ما. منتظم criesante. بأمان م нев remote of thevezth ANDem جمعته في م CAMI complete. ه٠ أربعين بأمان عشر في 50 بألف فئة. الألف وخمسمية. ٢٥ ما في ١٠ Covid ١٠ رخ في 70 بألف وخمسين. ١١ ثنم أ sneeze. ٧٨9 باتمان ميمزرا عدد. وانا مجموحهم كله 5ota0 بكم660. الانا يقون عن إن حدود في قانون منتظم humano. مجموع اسين كاف على مجموع كاف. مجموع اسين كاف على مجموع كاف. إذا وعني السين برضو ساوي. قم 2008 عندي كام؟ 5 Mur 60. على مجموعة كاف كام مية. هيطلع عندي تسعة وخمسين وستة من عشر. قولنا تاني اما ستلاف تسعمية وستين. على مية هيطلع عندي تسعة وخمسين وستة من عشر. وخلي بالنا ان الرقم ده اوي. دي هنا جبنا الوسط الحسابي ببيانات مبووبة. وسط حسابي ببيانات مبووبة عن طريق الطريقة المباشرة. دي اولى طرق او جهد الوسط الحسابي. ازاي يوض وسط حسابي بالطريقة المباشرة او الطريقة المطولة? قلنا قانون بتاعنا ان سين بار بيساوي مجموعة سين كاف على مجموعة كاف. قلنا مجموعة سين كاف عندي خمس تلاف تسعمية وستين. على مجموعة كاف مجموعة التقرارات مية. ازا هنا هيساوي تسعة وخمسين وستة من عشر. طب تعالي نتنقل لحاجة تانية الوسط الحسابي بطريقة الانحرافات المختصرة طب قبل نخدم الحرافات المختصرة نخد هنا طريقة الانحرافات العادية سيم بار بالساوي واو زائد مجموحة كاف على مجموعة كاف يبقى طريقة الحرافات العادية سيم بار بالساوي واو زائد مجموحة كاف على مجموعة كاف اوجد الوسط الحسابي ببيانات الاتية بطريقة الانحرافات العادية فيه بتسوي الدنيا 25-35-55-65-85-85 مجموع كاف 8-12-20-25-15-11-9 المجموع 100 تعالى بقى نشوف هنحلها ازاي بطريقة الانحرافات العادية هنعمل جدول يبقى هنا هنجد بسط حساب طريقة الانحرافات العادية هنعمل جدول تعالى نبص هنعمل جدول ازاي اول خانة خانة الفئات خانة التقرارات خانة سين ومسطح شوية خانة ح وخانة ح انا مجد وقت الوسط الحسابي بطريقة الانحرافات العادية وليست المقتصر الانحرافات العادية وانا اول خانة فيه كيف ندين الفئات هو خمسة وعشرين خمسة وتلاتين خمسة اربعين خمسة وخمسين خمسة وستين خمسة وسبعين خمسة وتمانين طيب نديني التقرارات تمانية اتناشر اشرين خمسة وعشرين خمستاشر حداشر تسعة مجموعة كلهم ايه طيب تعالى مع بعض بقى هنجيب اول حاجة عندي سين ازاي يجيب سين قلنا سين معناها مركز الفئة وفي فرق بين سين وسين بار سين مركز الفئة اما سين بار الوسط الحسابي قلنا خمسة وعشرين زائد خمسة وتلاتين على اثنين هيستوي تلاتين طول الفئة منتظم اه يبقى اربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين كده جبنا سين طيب تعالى نجيب خانة ح خانة ح بالنسبة لي ازاي يجيب خانة ح ح هنا بقى لازم نبقى عارفها ح هو الحراف عشان نجيب ح لازم نعرف حاجة اسمها الوسط الفردي الوسط الفردي ده بيجي ازاي قال الوسط الفردي ده امام اكبر تكرار الوسط الفردي امام اكبر تكرار هو اكبر تكرار هنا كام خمسة وعشرين اكبر تكرار كام خمسة وعشرين اللقصاده هسميه واو هسميه ايه واو يبقى اللقصاد اكبر تكرار اكبر تكرار خمسة وعشرين اللقصاده كام ستين هسميه ده واو واختب قصاده سفر وقت بقصاده سفر طيب عشان اجيبها اجيبها ازاي قال لي عشان تجيبها هطرح الوسط الفردي من جميع القيم اللي معاي من جميع القيم اللي معاي يعني اقول كده 30 مقص 60 هيطلع 30 سالب 40 مقص 60 20 سالب 50 مقص 60 10 سالب ماشي طيب 70 مقص 60 10 80 مقص 60 20 90 مقص 60 30 ممكن اقول للطالب ان فوق السفر بالسالب تحت السفر موجب عشان ما يطلقبطش ويعمل على الا غلط ان فوق السفر سالب تحت السفر موجب طيب يتخلني الاخير اسمها ايه بقى قال لي عتساوي حاق كيف حاق في ايه في كيف طيب حاق بكم عندي قال لي حاق عندي بسالب 30 في 8 سالب 30 في 8 20 و 40 سالب طيب 12 في سالب 20 مساوي 240 سالب 20 في 10 بسالب 200 طيب 10 في 15 150 20 في 11 220 30 في 9 270 اذا انا عندي القيم اللي فوق السفر سالب اما القيم اللي فتحت السفر موجب عايزين نجيب مجموعة الخانة ديت هنجيب هز زي بقى بقول للطالب دخل على الالة السالب سالب والموجب موجب تعالي نبص مع بعض اعملها ازاي على الالة بالزي ديت نبص مع بعض سالب 240 سالب 240 سالب 200 هنا 150 بالموجب هون زائد 150 زائد 220 زائد 270 بتلاقي الناتج على طول على الالة عندي سالب 40 سالب كام 40 ازا هنا مجموحة كاف كام هنا 40 قلنا هنا ان دي واو معناها الوسط الايه الفردي طب تعالي هنا بقى نشوف القانون بتاعها بيقول ايه القانون بيقول ايه احنا قلنا هنا واو معناها الوسط الفردي امام امام اكبر تكرار امام اكبر ايه تكرار يبقى واو معناها الوسط الفردي امام اكبر تكرار تعالي بقى نشوف القانون بيقول ايه القانون بيقول ايه لحضرتك سيم بار بيتساوي واو زائد او ناقص مجموحة كاف على مجموحة كاف طيب اذا سيم بار تساوي واو طلعناها بكام بستة زائد هنا بقى ناقص لان مجموحة كاف عندي هنا بكام بالسالب اربعين هنا عندي هنا ناقص اربعين على مجموحة كاف كان مية يبقى قول ستين ناقص اربعين على مية هتساوي عندك تسعة وخمسين وستة من عشرة تسعة وخمسين وستة منين من عشرة دي طريقة طريقة احنا خدنا طريقة هاي انحرافات العادية طلع الوسط الحساوي بردو كام هاي تسعة وخمسين وستة من عشو إذا خدنا الوسط الحساب بالطريقة البشرة طلع تسعة وخمسين وستة من عشر حالية بطريقة الحرفات العادية طلع تسعة وخمسين وستة من عشر تعال نشوف الطريقة التالتة بيتقولي الطريقة التالتة الوسط الحساب بالطريقة الحرفات المختصرة أو المختزلة مثال اوجد الوسط الحساب بالطريقة الحرفات المختزلة المختزرة فهم الدين خمسة عشرين خمسة تاتية خمسة عربين خمسة خمسة ستين خمسة ستين خمسة ستين خمسة تمانين مجموع. كاف مدينة تمانية اتناشة عشرين خمسة عشرين خمستاش عداشرة تسعة تلية. عاوز الوسط الحسابي لطريقة الحرفات المختصة. وان القانون بتاع حسين بارب الساوي واو زائد مجموحة شرطة كاف على مجموع كاف في لام. وان لام معناها طول افئة. طب تعال. هنعمل ايه? هنجسم جدول تاني. في. كيف. سين. ها. ها شرطة. ها شرطة كيف. تعال مع بعض. يديني هنا في. ودي كاف. في مدالي خمسة عشرين. خمسة وثلاثين. خمسة واربعين. خمسة وخمسين. خمسة وستين. خمسة وسبعين. خمسة وتمانين. طب يديني كاف كان ها. تمانين. اتناشر. عشرين. خمسة وعشرين. خمستاشر. حداشر. تسعة. مجموع القيم كام عندي? مية. طيب. اول حاجة هنجيبها هي مين? سين. سين. سين بداية الفئة زاد نهاية الفئة على اتنين. اللي هي مركز الفئة. خمسة وعشرين زاد خمسة وثلاثين على الاتنين هيطلع فيها تلاتين. ده جدول منتظم ازودها. اربعين. خمسين. ستين. سبعين. تمانين. ها. تسعين. ها. طيب هنجيبها. احنا جدناها لسا جايبينها دلوقتي بطريقة الحفوات العادية. فين اكبر تكرار? اهو. خمسة وعشرين. يبقى اللقصاد دي اسمها ايه? قال لي اسمها واو. طيب. طيب. قصادها بكتب صفر. لاخر الجدول. طيب. هطرح الستين. تلاتين نقص ستين. ها يطلع على السالب تلاتين. أربعين نقص ستين. سالب عشرين. سموعين نقص ستين. سعيد نقص ستين. سموعين قص ستين عشر. تمين نقص ستين عشرين. ها تلاتين. هما أصيب حه شرطة. أصيبها ازاي. هي حه شرطة يساوي ح. على لا. بس انا ممكن أقول لالطالب عشان يساهل على الطالب بسهولة كده. يبقى ح شرطة يساوي ح. على لا. حشرة لو هي قانون ليه هتساوي ح. على لا. طيب. بنعاوز أقول للطالب. هتها من تحت. أقول سالب واحدة. سالب اثنين. سالب تلاتة. واحد اتنين وتلاتة وريح نفس خالص ما تخشش في الكلام ده عشان ما تتهش مني يبقى أنا هجيب حاشرطة هنا من فوق الصفر اكتب بالسالب واحد اتنين تلاتة تحت الصفر واحد اتنين تلاتة بالموكب آخر حاجة بقول لي حاشرطة كاف حاشرطة كاف دي هجيب حاشرطة كاف دي هجيب حاشرطة هضرب حاشرطة في كاف طب تعال تمانية في سالب تلاتة هيساوي عندك سالب اربعة وعشرين اتنين في اتناشر باربعة وعشرين واحد في عشرين بعشرين طب واحد في خمستاشر واحد في خمستاشر اتنين في حداشر باتنين وعشرين تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين تعال نشوف انه تلي طلع كاف سالب اربعة وعشرين سالب اربعة وعشرين سالب عشرين زائد خمستاشر زائد اتنين وعشرين زائد سبعة وعشرين هتطلع عندي سالب اربعة سالب اربعة كده عندي المجموعة الاحكام سالب اربعة تعال نكتب القانون بتاعها دي احنا نقولها بطريقة الحالفات المختصرة احنا دلوقتي بنشتغل بطريقة طريقة الانحرافات المختصرة طيب القانون بيقول اني سين بارتو ساوي زائد او ناقص مجموعة شرطة كاف على مجموعة كاف لا قلنا واو معنى هوسط فردي لام طول الفئة داني هوا اكتبها لكم في الجنب هوا قلنا لام معناها طول الفئة طول ايه الفئة طب اذا سين بارتو ساوي قلنا واو عندي ستين ناقص عشان تلعب السالب اربعة على مجموعة كاف كام مية فطول الفئة كام عشر يبقى منها على القيل اقول ستين ناقص اربعة عالمي في عشر يساوي تسعة وخمسين وستة من عشر الحالة الحالة التالتة كده حرفات المختصرة تسعة وخمسين وستة من عشر اذا الناتج هنا سابت باختلاف الطريقة طب انا عاوز اقول ملحوظة مهمة اوي 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 لو الجدوى المنتظم اشتغل بطريقة الطريقة المباشرة او طريقة الحرفات العادية اللي هو جدوى الغير منتظم لو الجدوى الغير منتظم ممكن تشتغل بطريقة الحرفات العادية او طريقة المباشرة لان الحرفات المختصرة لا تصلح الا مع البيانات المنتظمة مع الجدوى المنتظمة تاني الطريقة المباشرة وطريقة الحرفات العادية تمشي منتظم جدوى المنتظم وتمشي جدوى الغير منتظم طريقة الحرفات العادية والطريقة المباشرة تمشي جدوى المنتظم او غير منتظم عشان كده هي الشائعة وهي اللي دايما الطالب يشتغل بيها أما طريقة الحرافات المختصة لازم ولا بد وحتما تكون الطريقة الجداول هنا منتصمة إذا انقدر قرأت من الطالب بين إزاي يجيب بطريقة مباشرة أحلق بطريقة مباشرة أو طريقة الحرافات العادية أو طريقة الحرافات المختصة تعال نشوف مثال تاني يقول إيه وجد الوسط الحسابي بالطريقة الحرافات العادية من البيانات التالية سين عشرين تلاتين خمسة وتلاتين أربعين خربعة أربعين خمسين ستين مجموع كافة خمسة عشر عشرين تلاتين خمستاشر اتناشر تمانية مئة دايما الطلبة في المثالة بالذات بتغلط بتغلط لأن متعود دايما الطالب بيديله المثال أو بيديله المثال بيديك فئات وتقرات المثال ده مش بيديك فئات وتقرات المثال ده مهم جدا 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 ولازم ان الطالب هتبقى فعلا كويس إزاي نحلو تعال نحلو مع بعض هعمل جدول هعملها طالب واحدة بس هعمل 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 هع ميديني هنا في كاف سين وح وح كاف تعالى بقى نشوف الغلط اللي الطلبة بتغلطه هو هنا مش ميديني في ميديني سين وكاف ميديني سين وكاف تعالى نبص تاني على المثال تعالى نبص على المثال التاني يقول ليه سين عشرين تلاتين خمسة وتلاتين اربعين اربعة واربعين خمسين ستين مجموعة هنا ايه سين مش فه تاني الطالب لازم يركز هو ميديني فئاته وتقرارات ولا ميديني سين مركز فئاته وتقرارات هنا فه مش موجودة طب انا مش عايزة اساسة طيب هنا فه هيكا بتجيليه عشان اجيب بها سين طب انا هديتك سين خلاص هجيب فيه هيكا بها ايه ميديني هنا سين ميدينيها لك عشرين تلاتين خمسة وتلاتين اربعين اربعة واربعين خمسين ستين شكرا كده ميديني ايه ميديني التقرارات سين جاهزة طب التقرارات ها خمسة عشرة ها عشرين تلاتين خمسة اتناشر ها تماني كده ميديني كاف وسين مش ميديني فيه خلاص الطالبة بتغلط وتحسب ان سين هي فيه دق لو انت حسن تسين فيه هتعمل سين تاني يبقى قدها باسألة كلها بازط وغلط نازم ان يبقى الطالب فيه دق يعني سيني التركيز شوي ايه سيني التركيز اركز هم ميديني في الجدول فئات وتقرارات ولا مراكز فئات وتقرارات طيب الطالب نازم ان يبقى بلاحظ ان الفئة بيبقى ارها شرطة اللي هي ايلة اللي هي الفئة خمستاشر ايلة لو انت بصيت في الجدول ده هتلاقي عشرين وارات الشرطة الشرطة ديت اللي هي ايلة من عشرين الى تلاتين مش بيدهالي بص كده علاب عشرين تلاتين في الشرطة اللي احنا كنا بنقودها في المثال اللي قبل كده مراكز دي حاجة تبين لك هنا سيني اللي هي مراكز اللي ايه الفئات طب تعالي نحل هنمشي بنفس الطريقة عائلة خلاص احنا كده المشكلة اللي اتحلت المشكلة بتاعة الفرق بين الحصة الجدول اللي فات والجدول ده عرفنا دلوقتي هنا الجدول اللي فات كان مديني فئات وتقارات اما الجدول ده مديني مراكز فات وايه تعالي اخبر تقرار هنا كام تلاتين اصاده هقول ان دواو والله هو الوسط الفردي واكتب صفر اهو صفر هطرح تعالي نطرح مع بعض بقى عشرين نقص اربعين عشرين نقص اربعين سالب عشرين تلاتين نقص اربعين سالب عشر خمسة وثلاتين نقص اربعين سالب خمسة اربعين نقص اربعين نقص اربعين اربع خمسين نقص اربعين عشر ستين نقص اربعين عشرين ده بعين الجدول غير منتظم وانا قلت الجدول غير منتظم يصلح فيه اننا نشتغل فيه بطريقة الحافات العادية او طريقة الطريقة المقشر طيب حع كافي يعني هضرب حع في كافي هضرب خمسة في عشرين بمية سالم مية عشرة في سلب عشر بسالم مية عشري في خمسة بمية سالم خمستاشر في أربعة ستين اتنشر في عشر بمية وعشرين تمانية في عشرين بمية وستين دعنا نجيب البيانات نجيب مجموحها نجيب المجموعة كتاب اول حاجة سالم مية سالم مية سالي مية زائد ستين زائد مية وعشرين زائد ١٠ ما على بعض هيتساوي عندي أربعين هيتساوي عندي هنا أربعين يبال نتيجة مجموحها مجموحك فاكف كام هنا أربعين طيب مجموع كاف كام مجموحك فاكف ties هو مجموحك فاكف هي دهم له برضو أحد مية اذا مجموحك فاكف هنا كام؟ مية ومجموحة كاف كام اربعية وعندي هنا الوسط الفرد الكام باربعية تعالي نشوف كده هنا بنشتغل بطريقة تعالي بأكد عليها طريقة الانحرافات العادية طريقة الانحرافات العادية هنه هنا سيم بار هتساوي واو زائد او ناقص مجموحة كاف على مجموعة كاف طيب اذا سيم بار تساوي وهو عندي بكام اللي باربعين المقيمة هنا موجب ولا سالب لا موجب يبقى مجموحة كاف كام اربعين على مية يبقى قول كده اربعين زائد اربعين على مية هيتساوي اربعين واربعة من عشرة كده الوسط الحسابي هيساوي اربعين واربعة من عشرة كده اقدر اقول اننا حليت الوسط الحسابي لو مديني فئات وطلق قرارات اشتغلت. دي الحل الاولانية. الحالة التانية قلت الطالب بيدك مراكز الفئات. سين وكاف. اشتغل سين وكاف كده فيه مش موجودة. طب انا مش عايز فيها اساسا. ده فيه بيدهلي ليه? عشان اجيب بها سين. طب انا اديتك سين جاهزة. اشتغل على طول الجدول. هتقول ان فيه مش موجودة عندي. ممكن تعمله نفس الجدول عادي وتقول خانة الفئة تزليلها مماش مشكلة. بعد كده كاف سين ها ها كاف. حسب الطريقة اللي انت عايزة. نتنقل لمثال اخر. مع بعض. قولي ايه? مسال بيانات جاهزة بقى. انا اديتك ازاي علمتك ازاي تحل من الجدول من اول للاخر. تعالي نشوف هنا مسال جاهز ونشتغل عليه. قولي اوجد الوسط الحساب ازا انا كان مجموع سين كاف اساوي ستلاف وربعمية ومجموع كاف كام تمامية. هنا هقف دي واحدة وافكر. انا عندي كم طريقة? انا عندي تلاتة. طريقة مباشرة. طريقة الحرافات عادية. طريقة الحرافات مختصرة. لما اقول لحضرتك ان مجموع سين كاف بيتساوي ستلاف وربعمية ومجموع كاف كام تمامين. مجموع سين كاف تعالنا بقى نبص مع بعض. ايه هو سين بقى في طريقة مباشرة بيتساوي ايه? مجموع سين كاف على مجموع كاف. ازا ها هنا عايز قانون ايه? الطريقة المباشرة. ازا هنا ها عايز الطريقة مباشرة. هو قال لي لا ما قال ليش. بس انا عرفت من البيانات او المواطعات اللي هو مدهالي ان مديني سين كاف ومجموعة كاف ازا عايز وسط حسابي بالطريقة المباشر. طيب تعالي نشوف كده على معطيات بيقول لي ان مجموعة سين كاف ستة الاف وربعمية ومجموعة كاف مديني ثمانين. طيب هقول اني سين بارتو ساوي مجموعة سين كاف على مجموعة كاف ستة الاف وربعمية على كام على تمانين ستة الاف وربعمية على تمانين. هتساوي تمانين. مستر هو دي بطريقة ايه بقى? ان الطريقة المباشرة عرفتها منين? من سين كاف ومجموعة كاف. لما يديك سين كاف ومجموعة كاف يبيد اسمها الطريقة المباشرة وسط حسابي الطريقة المباشرة. تعالي نشوف مثال اخر. اوجد الوسط الحسابي اذا كان الوسط الفردي خمسة وخمسين ومجموعة كاف سالب مية وستين ومجموعة كاف مية. طعلا نطلع معطيات نطلع معطيات مع بعض. يديك الوسط الفردي اللي هو واو. واو بكام بخمسة وخمسة. ومجموعة كاف. مجموعة كاف كام سالب مية وستين. ومجموعة كاف كام اللي مية. هنا طريقة ايه بقى? قلي طريقة انحرافات عادية. انحرافات ايه بقى? عادية. عرفتها منين? واو مجموعة كاف ومجموعة كاف التلاتة دول بيقول للقانون بيقول عندي ان سيم بار سيم بار يساوي واو زايد او ناقص مجموعة كاف على مجموعة كاف. ده قانون سيم بار بالحرافات عادية. طب تعالنا نقول الحرافات عادية بيساوي ايه? طب ما يديني سيم بار هقول ان سيم بار هتساوي واو بكام? بخمسة وخمسين. هنا القيمة سيم بيقول ناقص. مجموعة كاف كام? مية وستين على مية. يبقى خمسة وخمسين. ناقص بسط المقام. مية وستين على مية. هيساوي تلاتة وخمسين واربعة من عشرة. كده جبت الوسط الحسابي بطريقة للحرافات العادية. انا بحدد الطريقة من المعطيات. لازم يكون حافظ القانون. قانون الوسط الحسابي بالطريقة مباشرة وقانون وصف الحسابي بطريقة الحرافات العادية. وقانون الوسط الحسابي بطريقة الحرافات المختصرة. تعال نشوف مثال اخر يوضح النقطة دي. وقل لك ازا كان اوجد الوسط الحسابي ازا كان الوسط الفرد سبعة وتلاتين ومجموعة شرطة كاف تلاتين ومجموعة كاف خمسين وطول الفئة عشر. يديك بيانات. يقول لحضرتك هنعايز وصف فردي. الوسط الحسابي البيانات دي كلها. يعني هنا عندي واو كام سبعة وتلاتين. مجموعة شرطة كاف تلاتين. مجموعة كاف خمسين. طول الفئة اللي هي لامة. طول الفئة اللي هي ايه? لامة عشر. كده مديني اربع بيانات. طب ايه دي بقى دي ايه? قال لي دي حضرتك تبقى عندك انحرافات مختصرة. طريقة انحرافات مختصرة. طريقة انحرافات ايه? مختصرة عشان دي شرطة كاف. طب قانون شرطة كاف يقول ايه? قانون لحافات مختصرة بساوي ايه? سين بار بساوي. واو. زيت ها. مجموعة كاف شرطة كاف. على مجموعة كاف لا. ده قانون. يديك بيانات جهازة وقول لي حضرتك بلي القانون. طيب. وهو عندي كام? قال لي بسبعة وتلاتين. زيت. مجموعة شرطة كاف كام? تلاتين. مجموعة كاف كام عندك? خمسين. في لامة كام? بعشرة. طعا نطلحها على الالة. سبعة وتلاتين. زيت. تلاتين على خمسين في عشر. يساوي تلاتة واربعين. كده جبنا الوسط الحسابي بالبيانات جهازة. اقدر اشتغل عليها على طول. يبقى ممكن في في الامتحان او في المسألة تجي يديك فئات وتقارات. او سين وكاف. او بيانات جهازة زي ما انا شفت الوقتي. عنا لبحدد القانون سواء طريقة مباشرة. او طريقة انحرافات عادية. او طريقة انحرافات مختصرة. تعالي نشوف مسأل اخر. يوضح الكلام ده. مع بعض كده يقول ايه? ايه خصائص الوسط الحسابي. ونقف هنا دي اوحد ده ولازم ان نركز قبل ما راجع على المؤد المختلف. ايه خصائص الوسط الحسابي? انا علمتك دلوقتي او عرفتك ان الطالب ازاي اجيب وسط حسابي ببيانات غنوب بوابة وبيانات مبوابة. هل الاقي على طول ان انا عندي ايه خصائص الوسط الحسابي? خصائص الوسط الحسابي واحد. يتأثر بجميع القيم بما فيهم القيم المتطرفة. اول الخصية من خصائصه? يتأثر بجميع القيم بما فيهم القيم المتطرفة? اجي لك سؤال سبع انتحان صحة وغلط. الوسط الحسابي لا يتأثر بجميع القيم. لا غلط. ليه? الوسط الحسابي يتأثر بجميع القيم بما فيهم القيم المتطرفة. يبقى الوسط الحسابي يتأثر ولا لا يتأثر? لا يتأثر بجميع القيم بما فيهم القيم المتطرفة. يبقى الوسط الحسابي يتأثر بجميع القيم بما فيهم القيم المتطرفة. اتنين. لا يمكن ايجاده بيانيا. لا يمكن ايجاده بيانيا. من خصائص الوسط الحسابي. لا يمكن ايجاده بيانيا. ما ينفعش MERSMWM عن رسمهبيainي خالص الوسط الى الحسابي. thựcitate خاصية. لا يمكن ايجاده من الجدول مفتوحة وبشرتها. لا يمكن ايجاده من جدول مفتوحة وبشرتها. نقطة تاني. نركز ونرجع نقطة كده مع بحض. انا ما جيت شرحت في الاول قلت انا عندي كم طريقة في الوسط الحسابي تلات طرق. الطريقة الاولى الطريقة المباشرة. الطريقة التانية طريقة الحرافات العادية. الطريقة التالتة طريقة الحرافات المختصرة. وجيت قلت لك ان الطالب ان اقدر اقول ان الطالب يقدر يجيب الوسط الحسابي لما يكون جدول منتظم او غير منتظمة تنفع معها الحرافات العادية والطريقة المباشرة تنفع معها طريقة الحرافات العادية والايه مباشرة اذا الجدوى المنتظم او غير منتظم تنفع معها الحرافات عادية او طريقة مباشرة طب الحرافات مختصرة لا لازم يكون الجدوى المنتظم لازم يكون الجدوى المنتظم يبقى الحرافات المختصرة لازم يكون الجدوى المنتظم بينما الجدوى المنتظم او غير منتظم تنفع معها طريقة المباشرة وطريقة الحرافات العادية طب انت قلتني انواع الجدول منتظم وغير منتظم ومفتوح ومزدوك طب احنا الوسط حسابي بيجي من منتظم وغير منتظم فقط طب جدول مفتوحة ماينفعش يجي فيها الوسط حسابي الوسط حسابي هنا مايجيش خالص من جدول مفتوحة او مزدوكة لازم يجي الجدول منتظم او غير منتظم يبقى هنا الوسط حسابي يجي من جدول منتظمة او غير منتظمة عشان كده في خاصية من الخاصية بتقول ايه لا يمكن إيجاده من الجدول المفتوحة مباشرة لا يمكن إيجاده من الجدول المفتوحة مباشرة طيب لو جدول المفتوح هجي بوسط حسابه إزاي هنتناوله إن شاء الله في القادم اللي هو في دي درس اسمه العلاقة بين المتوسطات طيب إيه رابع حاجة يعتبر أقصر المقاييس استخدامه اللي علاقته بمقاييس أخرى يعتبر أقصر مقاييس استخدامه اللي علاقته بمقاييس أخرى إذن الخصائص عنده أربعة هلقولهم تاني ونركز مع بعض فيهم قوي يتأثر بجميع القيم بما فيهم القيم المتطرفة يتأثر بجميع القيم بما فيهم القيم المتطرفة اثنين لا يمكن إيجاده بيانيا لا يمكن إيجاده بيانيا ثلاثة لا يمكن إيجاده من الجدول المفتوحة مباشرة لا يمكن إيجاده من الجدول المفتوحة مباشرة أربعة يعتبر أقصى المقييس استخداما لعلاقته بمقييس أخرى يعتبق أقصر مقاييس التخدام اللي علاقته مقاييس أخرى يبقى هنا عرفت إيه هو الوسط الحسابي إيه هو الوسط الحسابي بعد كده عرفنا إزاي يجيب بيانات غير مبوابة و و بوابة و قلنا البيانات الكريمة و في الحلقة الماضية إن سين بر بتساوي مجموع سين على نون سين بر بتبقيانات غير مبوابة بيساوي مجموع سين على نون بينما من بيانات مبوابة قلنا سين بار عندي كم طريقة مقررة علي السنة دي تلت طرق الطريقة المباشرة الطريقة للحرافات العادية طريقة الحرافات المختصرة قلنا طريقة مباشرة ان سين بار بتساوي مجموعة سين كاف على مجموعة كاف طيب عشان تعمل طريقة مباشرة بحضر جدول بقول ان فيه اربع خانات فيه وفيه كاف وفيه سين وفيه سين كاف بجمع خانة كاف وبجمع خانة سين كاف هلاقي ان سين بار بالطريقة المباشرة بتساوي مجموعة سين كاف على مجموعة كاف مع كده عندنا طريقة اسمها طريقة الحرافات العادية طريقة الحرافات العادية بحضر جدول بقول ان فيه عندي فيه خانة الفه وفيه خانة الكاف فيه خانة السين وفيه خانة الحه وفيه خانة الحه كاف قلنا خانة سين احنا عرفين معناها انها مركز الفئة وقولنا حا بجيبها ازاي اول حاجة بشوف اكبر تقرار في خانة كاف باخد اللي قصدها على طول مباشرة واسمي واو وقولها سواء مي بالاخر في اخر الجدول بصفر واطرح قيمة واو من جميع القيم اللي معاها فين في خانة سين يطلع لي قيم حا بعد كده هضرب خانة حا في كاف هيديني مجموعة حا كاف اذا نخلينا قانون سين بار في الحرافات العادية هتساوي ايه هتساوي واو زائد او ناقص مج حا كاف على مجموع كاف طيب نتنقلنا بعد كده مرحلة تالتة وقولنا عندي طريقة الحرافات المختصرة بحضر جدول كالقاتي في كاف سين حا حا شرطة كاف قلنا في سين مركز فا حا عرفنا اجيبها ازاي اصد اكبر تقرار واكتب صفر واطرح قيمة واوسط الفرد من جميع القيم اللي معاها هديني خليطها طب حا شرطة اجيبها ازاي قلنا في فوق الصفر امشي سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة فوق الصفر تحت الصفر بكتب واحد اتنين تلاتة اذا فوق الصفر بالسالب تحت الصفر بالمجم اذا بو هنا اكون فاهم ومتأكد اني دايما بشتغل ازاي اذا بشتغل بسين بحا ولا بحا شرطة قلنا حا شرطة دي بنجيبها واحد اتنين تلاتة سالب واحد اتنين تلاتة موكب. بعد كده هضرب حه شرطة كاف. حه شرطة في خانية كاف. هاديني خانة اسمها حه شرطة كاف. طيب. نيجي بعد كده. هنعمل ايه? زائد مجه حه شرطة كاف على المجموعة كاف. فلا? قلنا لازم نبقى الطالب فاهم ان انا لو بدينيش عدة بيانات لازم نكون فاهم اجيب ازاي? تعالي نراجحها تاني مع بعض. لو انا اديتك مثال تاني. وقلت. النواو مسلا مية. مجموعة سين كاف. ميتين وخمسين. مجموعة كاف. مية وخمسين. طب ازاي هنجيب الناتج? هقول كده. هنا هقولنا هشتغل هنا. نشيل الواء بقى. عشان هنشتغل بطريقة مجموعة سين كاف. طيب. تعال نتشوف كده هقول ان سين بار هتساوي مجموعة سين كاف على مجموعة كاف. طب مجموعة سين كاف كام? ميتين وخمسين. على مية وخمسين. هقول ميتين وخمسين. على مية وخمسين. هتساوي واحد علامة ستة سبعة وستين بالتقريب بالزبط اذا هنا قدرت اعرف ازاي يفرق من انواع الطرق المختلفة سواء السين طريقة مباشرة او طريقة الانحرافات العادية او طريقة الانحرافات المختصرة ياريت ان الطالب يبقى من قبل كسف حاجة واحدة هو مديك فئات وتقرارات ولا مراكز فئات وتقرارات دي الحلقة دي موضوع الحلقة المهمة جدا فيها ان الطالب المسألة مديك فئات وتقرارات ولا مراكز فئات وتقرارات في النهاية ارجو ان اكون قد وفقت في هذه الحلقة بتقديم معلومة لعزائي الطلبة وطالبات الصف الساني التجاري شكرا لحسن تعاونكم وحسن استماعكم معي أستاذ عيد الحمدي معلم أول ألف مادة الرياضة والإحسان